الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرينتش مجاز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم يشارك الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم في القمة العالمية للحكومات بدبي وكان الرئيس السيسي قد وصل بالأمس إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي للمشاركة في القمة حيث كان في استقباله الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وعقب الوصول عقد الزايمان لقاء بقصر الشاطئ بأبوظبي حيث تم التأكيد على خصوصية العلاقات المصرية الإماراتية الوثيقة والتي تنعكس على التنطيق المستمر بين البلدين الشقيقين بما يساعد على دعم استقرار المنطقة العربية وإقليم الشرق الأوسط كما تناول اللقاء سبل مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية وتنمية أطر التعاون في مختلف المجالات أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي وجود توجيهات رئاسية بأحداث نقلة في أعمال تطوير محافظة شمال سيناء وأوضح مدبولي خلال اجتماع لمتابعة خطط التنمية في المحافظة أن توجيهات الرئاسية تشمل تطوير وتحديث محاور الطرق وتوفير الخدمات المختلفة للمواطنين وأعلن مدبولي بدء أعمال التطوير في مدينة العريش قبل استمرار العمل تباعا في بقي مدن وقرى المحافظة تتواصل اليوم السابع على التوالي عملية البحث عن ناجين تحت أنقاض المباني التي دمرها الزلزال العنيف في سوريا وتركيا وأكدت الوكالة الحكومية لإدارة الكوارث الطبيعية مشاركة حوالي 32 ألف شخص في عمليات البحث والإنقاذ إضافة إلى أكثر من 8 ألاف مسعف أجنبية وبحسب آخر التقارير الرسمية أصفر الزلزال الذي بلغت قوته 7.8 درجات عن أكثر من 30 ألف وفاة جنوب تركيا وعن أكثر من 5 ألاف في سوريا دع المبعوث الخاص للأمم المتحدة لسوريا جير بيدرسون إلى تنحية السياسة جانبا والاتحاد لدعم الشعب السوري عقب الزلزال المدمر وأكد بيدرسون أن المنظومة الإنسانية بالأمم المتحدة ستفعل كل ما يمكن للوصول إلى جميع المحتاجين للدعم وأشدد بيدرسون على الحاجة لإتحة كل سبل الوصول إلى المتضررين بما في ذلك عبر خطوط النزاع وعبر الحدود مؤكدا في الوقت ذاته على ضرورة توفير مزيد من الموارد عن الحلف شمال الأطلنطية الناتو أن مواقع الحلف الإلكترونية تعرضت الإختراق إثر هجوم إلكترونية وقال متحدث باسم الحلف إن الهجوم طال عدة مواقع في وقت واحد مشيرا إلى أن الناتو أصبح هدفا لهجوم قراسنا خلال الآونة الأخيرة أسقط الجيش الأمريكي جسما طائرا فوق بحيرة هورون بالقرب من الحدود الأمريكية الكندية وذلك في ظل حالة التأهب القصوى لقوات الأمن في أمريكا الشمالية في مواجهة دهديدات جوية ومن جانبها أكدت توزيرة الدفاع الكندية أنيتا أنند أن إسقاط الجسم وتأثيره اللاحق لم يكن مصدر قلق عام مشيرا إلى أنه يجرى تحليل ما حدث أما قال الرئيس الوزراء جاستين ترودو أن محاققين الكنديين يتعقبون حتام الجسم الطائر الغامض الذي أسقطته مقاتلة أمريكية ختام موجة الثامنة فاصل ونعود لحضراتكم استكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر